في قرية مهجورة داخل المنطقة العازلة الخاضعة للأمم المتحدة في قبرص يدرس علماء من شطراء الجزيرة التنوع البيولوجي ويوضحون كيف يمكن للطبيعة أن تتعافى إذا أتيحت لها الفرصة ويطلقوا كثيرون على هذه المنطقة اسم المنطقة الميتة في تذكير لنزاع طويل عنته المنطقة وانتهى بتقسيم قبرص منذ العام 1974 وليس الضأن البري وهو رمز وطني على وشق الإنقراض النوع الوحيد الموجود في المنطقة إذ تشير عالمة البيئة إلى وجود نباتات أخرى وزواحف نادرة مهددة بالانقراض مثل الفأر الشوقي القبرصي وبينما ينشغل القادة السياسيون في خصوماتهم ساعدت الحياة البرية للجزيرة في زرع بذور التعاون على جانبي الخط الفاصل هذا ويمتنع عدد كبير من سكان الجزيرة عن الاتصال بالجانب الآخر ما يؤشر إلى تباعد بين مجموعتين بمسار ومستقبل منفصلين